بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نكمل مع بعض اخر فيديو في شابتر سيكس انا اريدي اه فيه سلايد بس نسلت تتكلم عنها دي طبعا الجروف فانشون المتاحة اتكلمنا عن ماكس والميني والاوريج والسوم والكاونت اه عندي فيه فانشون اسمها ليست تاج دي هناخد عليها مثال عملي ان هي ديها فكرة كويسة نتكلم عنها ومشرحها حالا شئ الله بس شكل عاملي بس فيتو فانشون دايما يعني استخدامهم في العنصر اللي هي البرامج الاحصائية وهكذا زي مثلا بساندرد فيجن او استي دي دي اي في اللي هي اختصار بسمة استاندرد فيجن بدي دي اللي هي دللت احراف المعاري واريانس اللي هي دللت التبايد دي يعني الاستخدام اللي فيها البرامج اللي فيها شغل لاحصاء وهكذا حتى أورادي المتاريال نفسها ما فيش يعني مثال عالية طيب تعال كده نكمل بقى الشغل بتاعنا وناخد مثالة على الستاج امثال انا محضرها بشكل جايز على طول لو انت عايز تعمل جروب فانشن مع سينجر الروب يعني زي ما احنا ما شايفين كده وما تستخدمش فكرة الجروبين يعني احنا كنا انتلكم ممنوع اللي انت تيجي يكون فيه سليكت كولم زي ويكون فيه عندك من غير ما يكون فيه عندك طيب افرد انت عايز تعمل الشكل ده اعمله ازاي يعني مش عايز اجمع او تقبيع ان ما فيش تجمع فيه اعمل الكلام ده ازاي الاستثناء الوحيد اللي اقدر اعمل بيه الموضوع ده حاجة اسمها بقول له كونت استريكس اوفر براتيشنينج باي وبحدد اللي انا عايز اعمل جروبي ده مثلا دبارتمنت اي دي او المانجر اي دي او اللوكيشن اي دي او او مثلا اي حاجة اي حاجة اقدر اجمع بيه او الجوب اي دي وعندي هنا استخدمت الوارد بصام افساري الوارد بقولت له اوفر براتيشنينج باي دبارتمنت اي دي يعني كلام اللي انا هجمع به هو دبارتمنت اي دي نتيجة السيليكت البسيطة دي اننا بالفعل جالي اسم الرقم الموظف او اسم الموظف وممكن كمان يكون اسمه والادارة بتاعته الادارة بصلا الموظم دي شغال الموظف خمتين شغال في الادارة رقم عشر طب عشرة دي عدد الموظفين اللي فيها دي هو موظف وحد طب السام ساداري بتاعتها في كم اربعة تلات فوربعمائة طب الموظف رقم اتين وواحد شغال في الادارة رقم عشرين وعدد الموظفين اللي شغالين في الادارة دي هم اتنين اتنين موظفين طب واردي استخدمتها لألف وتسومين بس هنا في فكرة دي بقى ان مع كل موظف بيتلع قدامي عدد الموظفين اللي شغالين في الادارة دي والإيه وفكرة الصم افساري بتاعها نفس الموضوع عن الموظفين دول الشغالين في الادارة حقم تلاتين ودول عدد الموظفين وده الصم افساري الخاص بالادارة دي فكرة حيجة اسمها الـ او 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 قوم بتعمل لي حاجة بسيطة جدا يعني ما عم أخش حاجة يعني سيلكت هنا بس فكرة التجميع اللي أنا هنا جمعت كل آآ مع الغروب باي مع الغروب باي في المثال واحد ودي الريزورتات داعته آآ ما فيش حاجة يعني ما فيش فكرة عبقرية زي ما يقولو غير بس ان في بعض الناس كانت بتقول هل ينفع أورادي يكون عندي آآ داخل هافينج تو كونديشن فانا حبيت حط المثال ده عشان يرد آآ طبعا تحط الكنديشن اللي انت عايزها آآ هافينج جيب ايدي نوت لايك كزا عند الصم سالاري آآ اكبر من القيمة معينة اعمل اللي انت عايزه هنا حتى انا استخدمت الهافينج اك انها زي وير كونديشن عادي كنت اقدر اقسمها على حاكين اقدر اقلو هنا وير انجروب ايدي هم تعالى نعمل فكرة بالكمل وير انجروب ايدي نوت لايك رب وهافينج الصم سالاري اكبر من تلاتاشر الف واقدر هنحطها طبعا بعد الجروب بايت ده الموقع الاوضل اليها وبقى حققت المثال فانا كده حطيت يعني حطيت كل حاجة تقريبا ففي الستمانت واحدة وطبعا اديتني نفس الريزورت اللي موجود قدران آآ كانت الفكرة هنا بس اللي انا كمان كنت استخدمت الهافينج زيها زي الور كونديشن بزلطة فاشتغلت معي وما فيش اي مشكلة آآ اخر حاجة بقى اخر مسالة نشوفه اللي هو list tag هنا بيقول لي selectary department ID ونزل على طول تحت department ID يعني انا هجمع بي و list tag first name وهنا اردي عملت آآ كومة with grouping آآ order by first name يعني ان هنا عايز كل ادارة يجيلي فيها اسماء الفرست name اللي موجود فيها اللي الموظفين دي موجودين فيها فطرية بالفعل عندي ادار رقم عشرة فيها الموظفة الاسم جينيفر باش الادار رقم عشرين فيها الاتنين موظفين دول ادارة رقم 30 فيها دول اسماء الموظفين الفرست name بتاع الموظفين اللي موجودة فالاستتاج ادارت تحقق بيها الفكرة دي اللي انا اجيب اسماء الناس اللي موجودة داخل كل ادارة طبعا اقدر اجيب بقى اي بيان تاني list name salary اقدر اجيب اي حاجة زي ما انا بحاجة فالدي من الجوفة عشان طبعا القوية جدا انا اقدر اجيب بيها اكتر من حاجة طبعا الادارة رقم 50 فيها عدد كبير جدا من الموظفين فزي ما احنا شايفين كده استيقبال طبعا مليان جدا يا جماعة فيعني حاولوا غير المتاريال اللي موجودة معنا نقرأ قمان في الوريكل ديكمنتيشن نبتلقى نشوف فانشون زيادة وهو الميزة في الديكمنتيشن الخاصة بوريكل لان هي اريدي يعني بيتوضح كل حاجة بمثال فيعني ان شاء الله بإذن الله يعني اتمنى ان نشرح لشابتر دايكو مفيد بالنسبانكو والشابتر الجاي ان شاء الله نبدأ في حاجة اسمها الجوين موضوع مهم جدا وان شاء الله نكمل على خير صورة مفيدة